ننتقل بكم مشاهدين كرام إلى نيويورك لنقل مؤتمر بالأمم المتحدة يناقش الأوضاع في قطاع غزة وإعلان التبرعات لجالة الأونروا لعام 2024 لا توجد أي منظمة أممية أو دولية أو حتى هيئة حكومية بمنأة عن تصرفات فردية غير مسؤولة ثانيا لا يجب الاستناد لبعض التجاوزات الفردية لوصف تلك الوكالة العظيمة بالإرهاب ومحاولة خنق تمويلها بل أن استمرار التمويل وزياداته في هذه الظروف الحارجة هو الأوجب ويجب أن يكون ذلك نابعا من التزامنا بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الشعب الفلسطيني سيد الرئيس الأونروا وكالة لا غنى عنها لدعم اللاجئين الفلسطينيين لتخفيف من حدة الأزمة الراهنة في غزة ولقد أثبتت الوكالة في هذا الظرف الحارج مدى كفاءتها وحيوية دورها بعد أن ضحى موظفوها بأرواحهم تلبية للواجب تشدد مصر على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استبدال الأونروا ونقل مهامها لأي وكالة أو جهاز أمومي آخر لم تقبل مصر أي سيناريوهات تستهدف تفكيك الوكالة تحت أي ضرائع باطلة تسوقها إسرائيل أو غير إسرائيل تناشدكم مصر حماية الأونروا الحفاظ عليها في مناطق العمليات الخمس شعب الفلسطيني لم ولا يرغب في حالة اللجوء لكل تلك العقود ففرض عليهم وضع اللجوء بسبب الحرمان من أبسط الحقوق المتمثلة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والإنهاء هذا الوضع برمته يجب أن يكون هناك التزام بتنفيذ مقرارات الشرعية الدولية إيجاد حل الأزمة الفلسطينية بهدف إنهاء الاحتلال وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية إنقاذ حل الدولتين واجبوا سيد الرئيس دعونا نستثمر في السلام ودعونا نستثمر في الأمل كما قالت وزيرة خارجية سلوفينيا لتركز وتتناول وتنظروا ماذا فعلت الأمر والإحياء الأمل في نفوس الفلسطينيين كل شكر سيد الرئيس